قلت أحلى تترات مسلسلات قوية جدا وبصي أقول لك حاجة التترات دي أنا برضو أنا ما كانش يعني عماري لما عمارش ريعي يكلمني ويقول لي يا شام عايزك تغني تغني لي التتر قلت له إيه ده إيه اللي بيحصل ده أول واحد كان أميرة ولا كان تربى في عزو أميرة الأول أميرة في عزو مش لحنا عمار أنا أصلا أميرة أميرة من عبدين وبركة دوع الوالدين أميرة في عبدين قال لي أنا عملت التتر أغنية ليك أغنية ليك أغنية ليك أنت باركة دوع الوالدين دي تقعد تنطلق فيها وتسرخ زي ما أنت عايز والأميرة في عبدين اللي هو الانترو ده عمار فعلا ومن ساعتها تصحبنا وبقيت أروح أقعد معاه لمجارد إحنا أصحاب يعني يعني أنت كنت بتعرف عمار قبل ما يعني أستاذ عمار قبلتو قبل ما ما قبلتوش قبل التتر ده أبدا أوكي قبلتو قبلت عمار قبلت عمار أول مرة في حياتي أروح الراديو الراديو البرنامج العام في المبنى الإزاع والتلفزيون كنت عامل في أول ألبوم حلال عليك ونعمل إيه حلال عليك طبعا حميد حلال عليك كان حميد ونعمل إيه كان بهاء بعد ما وصلت قالولي إحنا عايزينك فقرة على الهوى في الراديو وروحت عندي برد جامد ومش عارف أعمل يعني كنت عايزة عتزل بس قلت لأ دي فرصة أنا لازم أروح الراديو وشوف الناس بتقول عليا إيه يعني عايزة أعرف يعني فلقيتها تطلع علي ويقول لي انت حظك النهار ده جامد قوي انت عارف انت هتطلع مع مين على الهوى قلت لها قلت لي معمرش ريعي قلت له الله كده يعني أول مرة في حياتي أطلع على الهوى أطلع معمرش ريعي ليه ليه حضرتك وانا مسكوم واندي بقلب آه فأنا طبعا قاعد وهم طبعا الناس كلها بتكلم معمرت وقلوا كل الكلام ومحاديش بمحبرني يعني سألوا أنتو كنتو أنتو اللي اتنين تيوفها مع المزيعة بتتوزز آه المزيعة وإحنا مش عارف إيه ومعنا شام عباس وشام عباس غنى حلال عليك ومش عارف إيه وعمار مش عكبه غريت حلال عليك يا ساس وانت اللي بغنيش حلال عليك قل له آه أنا اللي بغني قال لي آه آه أهلا فييه كلمه الناس أنا حارفين طبعا طبعا الشباب اللي طالع ده وستاذ عمار ما بيغنيش ومش عارف إيه وبتاع وإحنا يعني طب حتى قل له خليه غني كده حاجة فعمار مش عارف هو مكسوف لي فاهماني فبيقوله فبيقوله طب خليه غني حاجة لعبدالوهاب كده بس أنت كنت ناجح فعمار قال لي هو أنت ممكن تغني حاجة لعبدالوهاب آه فأنا قلت له رحت مغني حاجة لعبدالوهاب وانا عندي بارد بس قلت مش هقول حاجة أنا رحت مغني على طول بقى رحت قيل مش عارف إمتى الزمان يسمح جميل ولا حاجة كده فهو سكت وبعد كده أول واحد اتكلم بعد ما غنيت عبدالوهاب قال معرفش هو أنا بحب شام عباس وأنا بحب له غنيت وانا أعمل إيه قوي 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 وغنيم بصراحة أولادي بيحبوها وكل الناس بيحببها فعمار بصلي قال لي هو أنت كمان اللي مغني وانا أعمل إيه قلت له آه قال لي آه يا أغنيت أنا بشكر يا شام عباس إن لما قلنا له أغني عبدالوهاب رحمة أغني عبدالوهاب على طول ما قالش أي حاجة وما قالش إن هو عيان وعده برت ومنخيره مسدودة بس يعني بس أغنى وغنى كويس أنا بحييك من ساعتها إحنا رفع لك معنوياتك بقى على طول أنا بس إيه حلقة كونتاك كده لذيذة اللي هو أنه هو يعني مشيت من هناك هو ما كانش شايفني وبقى بيحترمني وبقى يعني اللي هو شوية شافك كويس بقى شافني كويس شافني عارفك وعارف خلفي تكلي فنية أنا كنت بتكلم كويس لا أنا كنت بتكلم كويس لا ما بتكلم مع أي حد عارف حدودي فين وعارف مكاني وعارف إنه فيه كبار وفيه صغيرين وفيه شباب وفيه فن قديم وفيه فن جديد وشايفهم قدام عيني ويفهماني اللي هو بحبهم يعني الاتنين بحب بحب فارس وبحب محمد محي وبحب عمر دياب وبحب محمد فؤاد وبحب محمد عبد الوهاب وهانيش أيكر وكان دايما فيه كده إحساس كده غريب أو يعني معرفش كده ắngك او يعني معرفش كده فيه موقف بيتاخد كده من الجيل دايما الجديد يعني دايما فيه كده صد كده على أساس إنه إنتو جايين يعني اغاني الشبابية تطلعين من نبتة كده شطان يملكوش جدور يعني مش حقيقي والأغاني الشبابية أنا كنت بكره التسمية دي أغاني الشبابية يعني بكرهها الحقيقة يعني وحشة قوي بصراحة ايه الشبابية دي؟ المهم إنها كت أغاني وكتت من نكحة والحمد لله هي نكحة لغاية دلوقتي يعني عاملة هم بس اللي حطولها تسميات إنما هي أغنية نكحة أغنية حلوة يعني الأغنية الحلوة حلوة بس فهم؟ ما تتسميش بقى آه بالزبط حتى دلوقتي في أغاني تروح تطلع كده اللي هو يا نار بدي أغنية حلوة قوي بس غريبة جدا مش لازم نصنف مش لازم التصنيفات الغريبة دي بس الحاجات بيت مجنونة شوية أنتو أكبر جيل يا هشام أخذ يعيني تصنيفات وانتقادات وضرب وظلم والله العظيم يعني الناس اللي كانت يعني بتتحدث شوية يعني بتعملوا حاجة مش الكلاسيك يعني مش مش الشكل الكلاسيكي مش الشكل الأغنية التقليدي وغريبة أنه كان دايما فيه تجاهل للنجاح ما كنت بصعرب جدا يعني الناس اللي كنت تتكلم بالطريقة دي اللي هو الجيل الأقدم شوية منكم كان فيه دايما تجاهل لنجاحكم ونكحين جدا مكسرين الدنيا بس هو مش شايف هو بيخبط فيك وخلاص يعني هو بينتقدك وخلاص هو الفكرة أعتقد أنه هو الفكرة أنه عشان الأفكار كانت جديدة وأن الأغاني بسيطة صوتها كان بسيط أحسنت أحسنت اشتركوا في القناة